نبدأ بكورونا بص هو هربط لك اللي حصل كورونا في مصر شوف الحاول مقصود انه يبقى العدو اسرائيل بس احنا بنعادي مين نصنع عداء مع قطر وتركيا مقصود على فكرة ده مقصود بتغيير العقلية المصرية يبقى الحرب مفروض تبقى في الجنوب فاحنا نروح نحارب ليبيا يعني الحرب تبقى في الجنوب مع اسيوبيا ونرزع اسيوبيا علقة لا نروح نحارب ليبيا مقصود الحاول بقى وليه يا صديقة وقع في المشكلة دي في كورونا في كورونا عبدالفتاح السيسي عامل حركة في منتهى المعلمة معلم عبدالفتاح معلم عبدالفتاح السيسي لما شاف الناس اسهم الجيش الابيض عالية جدا قرر يضرب الجيش الابيض الناس في مرحلة من المرحلة حضرات كانت مع الجيش الابيض المصري وشايف عدد الشهداء اللي بيتساقط من الجيش الابيض وشايف ان الجيش الابيض بلا امكانيات ولا تسليح فبدأت الناس لما حسدت بكده تسأل عن مستشفيات الجيش فين ما تفتح مستشفيات الجيش كانت النتيجة ان عبدالفتاح لعب الدنيقة فخلى البوصلة ترجع تاني الناس تهد او تهد او تنال من الجيش الابيض فبدأت المعركة دلوقتي بين بعض المصريين والجيش الابيض طيب خلينا نشوف دلوقتي الهجوم على مستشفيات القطاع الخاص بدأ ابن الذين يعمل حركة وانت عملت واقع فيها ان يقولك بعدت واحد يعمل تحليل تلقى بتسعممائة جنيه بعدت واحد تاني نفس التحليل تاني يوم قالو له ده مش عارب بألف وخمس ومية المستشفيات الخاصة يعني الحقيقة شغالة محاولة لتشويه الدكاترة والاطباء خلينا نبدأ بيه ادي علي عبدالعال بيقول اسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة مرعبة واستغلال الظروف جريمة قال له ملك علي عبدالعال ساكنان قوي كده ايه علي وليه يا صديقة ح Nadine يعني زعلان عليها جدا لانها دخلت في المعمعة دي ودخلت من غير ما تفكر بس قانون الطور يمنح لا لا بس قانون الطور يمنح رئيسة الجمهورية الحقي في ادارات المستشفيات الكبيرة طب يا عمالي عبدالعال يعني المادة واحدة وشين من قنون طور والتسمح للدولة والتدخل بالادارة المستشفيات الخاصة في ظل هذه الازمات مقدرش على الحمار تشطر على البردع انت ما لكم من المستشفيات الخاصة ما تتشطر على مستشفات الجيش انه مقدرش يفتح بقه فالسيسي هيدير مستشفات الجيش المستشفات الخاصة وهو قال اسعار كورونا بالمستشفات الخاصة مرعبة واستغلال الظروف اهو جريمة شفت فبدأت من هنا الحرب على المستشفات الخاصة اطباء الاسنان المستشفات الخاصة رفر التعاقد مع الميناء الطبية العزل للادكم الصحية اهو بدأنا بقى ايه نضرب في الادكاترة بس من الحيطة اللي ايه اللي تستحمل الخبط حسين عبدالهادي نصف مليون جنيه لعلاج مصاب كورونا من لقاتكم الطبية في المستشفات الخاصة وتكلفة غرفة العالم مركزة فيها تصل لتسعين ألف جنيه كويس طيب ادي خبر تاني اهو اتفرج على الخبر التاني مسؤول بالمستشفات اللقاح دخول المستشفات الخاصة في نقل البلازمة ستحاولها لتجارة اعضاء شفت بقى ماشي نكمل بقى وفاة مريضة بعد رفض المستشفى خاصة لاستقبالها إلا بعد دفع ألفين جنيه اهو وكشف مواطن عن وفاة زوجته اصر رفض مستشفات خاصة استقبالها موضحا في مدخلة هاتفية من برنامج رأي عام على قناة تن ان احد المستشفى طلب مئتين ألف جنيه واخر طلب خمس وعشرين ألف جنيه يوميا وذكر أن زوجته كانت تعاني من ارتفاع درجة حريطها لمعاناتها من حساسية على الصدر مع الحمل مؤكدا أنها لم تكن مصابة بفيروس كورونا اتفرق حملة حملة طب يا أخي ماشي الراجل اللي قاعده قدامي ده اللي تقريبا بينامه صاحي ده عم نفسه صاحي الراجل ده فاتح مستشفى خاص انت ما لكم قاله ما يفتح مستشفى خاص ويطلب نصف مليون جنيه انت تدور على مستشفيات الحكومة الأول ما الذي يجعل مواطن يلجأ إلى مستشفى خاص فشع لكنت الأولاني هذه أسامة كمال قال لك بعدت الشخص شوف سبحان الله لمركز أشعة معين مش مسدس معين دي أشكال هندسية كلها يعمل إشعة مقطعها على الصدر دفع تسعمين جنيه رقم مبالغ فيه جدا يا سلام بس ماشي مضطرين بعدها بتلات أيام بعدت حدي تاني وفي إيده تسعمين جنيه لنفس المركز نفس الفرع من نفس الحاجة ما نفعش أن السعر بقى ألف ربعمين جنيه أي والله خمسين في مية زيادة مرة واحدة يعني إيه يعني انت بتستعبط عليها أسامة يا كمال ما انت لو عندك نظام محترم ودولة محترمة ومش حرامي كانش المواطن ده يروح يعمل الكشف تسعمين جنيه المواطن ده مسئوليت مش المستشفى الخاص ولا المركز المعين المواطن ده مسئوليت على فتاح السيسي اللي بقاله ست سنين يقولك انتوا نور عينينا وتفرجوا على مصر تلاتين ستة عشرين عشرين دولة تانية انت مليكش دعو بالمستشفى الخاص أنا يا سيدي عامل بيزنس هو انت تقدر تسكن في فندق للقوات المسلحة وما تدفعش تمن اللي هم عايزينه منك هو حضرتك تقدر تخش مستشفى القوات المسلحة ويقولك عايزين ألف جنيه ما تدفعهاش هم حرين هم حرين المستشفى الخاص حرة أنا بقول لك بصراحة أنا لا عندي مستشفى خاص ولا أقاملك كل مستشفى خاص حر يقولك عشرين ألف جنيه في الساعة هو حر المواطن مش مسؤول من المستشفى الخاص المواطن مسؤول من الدولة الدولة اللي أخرت فلوسه عملت بيها العاصمة الإدارية وأكبر برج وأكبر كنيسة وأكبر جامع وأعلى سارية الدولة اللي رامت فلوسه في الرملة نجدها بالمستشفى الخاصة خلينا نشوف قادي مستشفى الحكومة بتاع فتاح السيسي إحنا هبنموت ابن بيبكي والدته على أبواب مستشفى الحسين الجامعي اللي في الدراسة شوف المنظر ده أنا أمي بتموت في مستشفى الحسين الجامعي ولا حد بيسأل ودخلنا عن نقطة ويقول لك أنا ماليش دعوة قصدي مش مستشفى حك أنا أمي بتموت هي دي المستشفيات حاسبي الله نعم الوكيل حاسبي الله نعم الوكيل شلا يبنح الطاف العربية طرقوا هالحالات لنمخرجانهم طرقوا يا بالد طرقوا يا بالد سمعتوا هم دول الناس هي دي مصر إحنا بنتبع ضرايب وبنتبع كل حاجة عشان بالآخر إحنا بنموت هنا بنموت هنا حاسبي الله نعم الوكيل ركبي يا أم مركبي تسألوا السيسي اسأل يا عم حسن قل لي السيسي لما قعد وتفشخر كده وفتح سدره وقال لك في ست مستشفى على المفتاح علي كان بيدور المستشفى هنا زي ما أنا كنت بيدور المستشفى هناك قال في ستة جاهزين على المفتاح مش كده جاهزين أنا بكلمكم على ستة جاهزين بدل ما تحاسب يا أسامة كمال أنت والناس الحقيقة اللي نايمة وبيصعب علي اللي عاملين تخبطوا في المستشفى الخاصة على فكرة والموضوع بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء تقريباً ولع لأن كان في مؤتمر أو اجتماع وما حضرتوش الهاب للعبيت المبادوي للنقابة والوزارة ما حضرتوش كان كان ده من بارح فيبدو أن الموضوع ولع وآخر التأشيرة الهاب للعبيت المبادوي دبي في الأطباء لأن إحنا قارنانا نطحن الدكاترة مش هما عامنين نفسهم شهدة مش عامنين نفسهم جيش أبيض طب إحنا بقى هنصلط عليهم الكلاب بتوعنا الإعلاميين عشان نخش نهد في الجيش الأبيض ده فبدأ الكلام عن المستشفى الخاصة لحظة فين الست المستشفى اللي أنت تكلمت عليهم افتكر معايا الفيديو ده كده أنا أكلمكم دلوقتي وانا أكلمكم دلوقتي غير اللي تم عرضه ويصلح لرئيس هاية المداد والتموين واللواء أهام إحنا فيه ست مستشفات مش كنا ست مستشفيات جاهزين للافتتاح ست مستشفيات طاقة المستشفى 200 سرير أنا حاجز أقول جاهز الافتتاح يعني إيه مش إحنا بنقول حنعمل ست مستشفيات جاهزين أنا مش بدأل الحاجة أنا بتكلم عليه هو ست مستشفيات جاهزين ولما يجدب واحد ما يقول لكش فين الستة دول يعني أنا يوم ما شفت الفيديو ده يومها أيامها الكلام ده من قريب استغربت حدي بيقول رقم كده ست مستشفيات إنته فين واحد في المنصورة واحد في المينيا واحد في أسوان مثلا لو يقول كده إنما السيس يقول لك إيه ستة مش كده ستة ستة ست مستشفيات جاهزين على الفتاح فين الستة وبدل ما تعملوا حاملة على المستشفيات القطاع الخاصة والله لا ليه ده كثرة ولا ليه أي علاقات بالمستشفيات الخاصة بس نحن نعلم يا حضرات كما يحدث في ليبيا من إن الحاول يشتغل بدل ما ندب في أسيوبيا نروح ليبيا وبدل ما ندب في أسرائيل ندب في قطر وتركيا نفس اللي بيحصل دلوقتي مع المستشفيات الخاصة مع الجيش الأبيض بدل ما هو الحقيقة تقول له فين مستشفياتك فين مستشفيات الجيش الحلوة بتاعتك فين عشرات المستشفيات بتاعت الجيش فين أنديت الجيش بدل ما تقوله كده عايزين بقى ندب بقى لان الجيش الابيض طلع بقى هو الترند والناس دلوقتي بتقفل الدكاترة وتسقفلهم احنا مش عايزين كده احنا مش عايزين كده احنا عايزين يظل اللبس العسكري ليه قيمته ولا يطلق على حاجة سبقى الجيش الابيض ولا الموتى بتوعهم يطلق عليهم شهداء احنا نهزر الشهيد ده يبقى المنسي الشهيد ده نعمله كده مسلسل والناس تعايت وانت بقى تقعودي جان بختك وتقعودي تعاياتي على المنسي يا عيني يا منسي وناس يا خالص ان في دكاترة ممرضين وقعوا بلا اسلاح قدام كورونا ناس يا ان السيسي ومراته وولاده هربانين بالقضى العسكريين هربانين داخل المخابة عشان ما يوجهوش كورونا وفي الاخر جازات الدكاترة ان احنا نعمل عليهم حملة الدكاترة للعالم كله ده الصين يا راجل الصيني الدولة الشيعية بتعمل كتاب دلوقتي لتوسيق تجربتها مع كورونا العالم كله بيقف احترام واجلال الدكاترة تيجي حضرتك تشترك في المهزلة الحولة دي المقصود بيع تشويه الدكاترة